من الاحتياطين ما أدلقاك هنا عام ونصف وهي تطالع في وجهه المسجون في برواز تتلمسه بأصابعها تحاول شم رائحته كل أمانيها كانت أن تفعل ذلك على الواقع لكنها لم تكن تعرف أين تجده كل ما تعرفه أن الميليشيا قامت باختطافه ابنها منصور والذي لم يكن له ذنب سوى أنه خطيب لمسجد النور الذي لم يكن يطلق صرخة الموت في حي شملان وكما تفعل العصابات قامت الميليشيا باختطافه ليلا ولم تترك لأمه سوى صورة عام ونصف من البحث عن مكانه والسعي بين الأقسام والمشرفين أنفقت أم منصور كل ما في يديها وجدته أخيرا بعد أن تنقل بين السجون ومعتقلات الميليشيا وتنقلت هي الأخرى بين تلك السجون باحثة عنه وجدته ولكنها حرمت من ملامسة وجهه فقط كل ما حصلت عليه وعود زائفة ومماطلة مستمرة وبقلب كقلب أم موسى كانت أم منصور تنتظر رؤية وجه فلذتها كانت تلك أميتها قبل الموت لكن الموت وفى بوعده قبل أن تفي الميليشيا بوعود إخراجه فارقت الحياة روحها ولم يفارقها منصور وفارقت ضوء عينيها ولم يفارقها وجهه ماتت أم منصور العدني ماتت وفي قلبها غصه ولم يسمح له بإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان أمه ترجمة نانسي قنقر